موسيقى السلام عليكم كيف حالك اوحش اتمنى انك تضغط اللايك والاشتراك لان ما بقي شي ونوصل 100 الف مشترك مقطع اليوم راح اشرح لك طريقة تطوير الاسلحة كل شي ان شاء الله راح تعرفه من المقطع هذا ابي منك خدمة انسانية اللي هي انك تتابعين على التيك توك لاني راح ابث بثوث عن اللعبة هذي ورح ابث عن قنشن امباكت وباقي الالعاب ويلي تتكمل طيبك وتصور الشاشة يا وحش يلا واحد اثنين ثلاث صور وضيفني سناب والله يسعدك عندنا الاسلحة ندخل على قسم الاسلحة كالعادة عندك كلمة زرقة هذي تطور لك الاسلحة في قطع ممكن يطلبها منك خلال سبيل المثال اني بنطور السلاح هذا تشوف يطلب مني قطعة القطعة هذي شون تحصل القطعة المطلوبة اللي هي طوي العمر تلقاها مصدر تحت تقرى تحت عن المصدر يقول فيه سوق الاسلحة تلقى قطعة بسوق الاسلحة هنا مثل ما تشوف شوف اذا القطعة الثانية هذي مثل ما تشوف اذا جثك العلامة هذي وفوقها تشوف علامة صندوق هذا يعرف ان الصندوق موجود معك بالحقيبة اللي هو موجود هنا زي ما تشوف هذا هو الصندوق تستخدمها وتاخذ القطعة اللي تحتاجها هذه خلونا نجرب الحين وعندك شي ثاني اللي هو تشوف المصدر حق القطعة موجود تحت لكن افض الخيار لك اللي هو قسم متجر اللي هي القطعة بتحصلها على طول خلونا نجرب الصندوق الآن زي ما تشوف يقول اختار انا معي ثلاثة صندوق من نفس هذا يقول اختار وين اللي تابي تابي اخضر ولا احمر على سبيل المثال اخلي واحدة حمرة تشوف و اخلي ثنتين خضرة انا جبت العيدة الحين لكن ما ليه فيه قطع ثاني بعد اختار اللي هو خضرة مثل ما تشوف كذا خلاص صار يمدينا طور السلاح واحد اثنين ثلاث طورنا السلاح خلاص ونضغط على اللون البلاسود هذا وبيعطينا كامل الـ XB نرفعي للفل 40 السلاح وكل عادة اذا ماك صندوق بيكون نفوق اذا ما ماك تضغط على قطع وتعرف المستر وين عندنا الحين موضوع الاسلحة راح اتكلم عن موضوع الاسلحة شي مهم موضوع الاسلحة فيه مميزات لازم تعرفها عندك اربع اناصر اليوم انصر النار زي ما تشوف هذه انصر النار انصر الكهرب مثل ما تشوف وانصر الثلج وانصر الارض ايش الفرق يا وجابر واش المميزات فيه عندك كل اسلاح له مميزات عندك هذا اسلاح هذا اسلاح يكسر دروع الوحوش شنون عرفت؟ تشوفون علامة الدرع هذه راح أعطيها زوم عشان تشوفونها هذه تشوفون علامة الدرع يعني بيكسر الدرع عندك هذا هجومي هذا سلاح هجومي تشوفون العلامة هذه اللي بجنب البرق هذه يعني سلاح هجومي عندك سلاح الدعم أو الهيلر تهييل فريقك اللي هي علامة الزايد هذه مثل ما تشوفها في البداية راح تبدأ بسلاح واحد يكون عندك سلاح واحد تتقدم المراحل حلو تتقدم المراحل راح تفتح جميع الأسلحة وراح يمديك تستخدم ثلاثة أسلحة بنفس الوقت شلون نستخدم الثلاثة الأسلحة اللي هي مثل ما تشوف فيه اسلوب حلو بسلوب حلو أنك تستخدم الثلاثة الأسلحة مثل ما تشوف هذا السلاح تغير بشكل عادي هذا يعطيك هيلر تشوف قاعد يهيل الحين يعطيك هيل ما ذلك هيل يفل فيه اسلوب حلو مثل ما تستخدم سلاح هجوم مو تبدل بالقتال على طول أنصحك تكمل على نفس السلاح تدمج الوحش على نفس السلاح دمج دمج شوف تشوف العداد الأبيض اللي عنده الأسلحة العداد الأبيض هذا لصارف اللي مديك تستخدم ضربة قاضية أو دمج كبير لما تبدل الأسلحة شوفوا شوفون قاعد يكبس الآن شوفون أسلحين هذي قاعد يكبس يقول بدل عشان تضرب الضربة أبدل أحين السلاح يضرب الضربة تلقاه ألفين ومدري كم ومثل ما تشوف الآن هذا أنا قاعد يضرب بالدري مدينا خليها على الفاس نس كذا خلاص انتهى أمر على طول هذه الفائدة فاهمين حاول أنك ما تبدل يعني من تقاتل نس كذا تبدل التبديل عادي لأنه ما راح يضرب دمج عالي الأفضل أن يكون العداد فل وتبدل يعطيه ضربة دمج عالي وفوق هذا يمديك يتكمل عليه الدمج طيب يا أبو جابر في بعض الأسلحة عليها نجوم شلو نرفع نجوم هذي كلها عليك أنك تضغط على كلمة تطوير اللي بلوني الأزرق اختار ثاني خيار بتجمع القطعة هذي زي ما تشوف تجمع القطعة هذي ما استرها وين موجود في السوق السوق وين هي وين هي وين خلونا شوف وين بس خلونا شوف شكلها ثواني القطعة هذي توقع لما تتقدم المراحل يمديك اطلح لأن أنا توي لفلي ثمانطاعش أو تسسطاعش أو عشرين والله ما أدري فلما تتقدم يمديك ترفع نجمة النجوم هذي كلما ارتفعت النجمة كلما زاد دمج سلاحك وصار فخم خذها قاعدة نجوم كثيرة دمج كثير خلاص حاول أنك تختار ثلاث عناصر اختار ثلاث عناصر من الأسلحة مختلفة على سبيل المثال مثل ما تشوفون أسلاح هذا يكسر الدروع فوق هذا عناصر النار هذا هجومي وعنصر الكهرب هذا هيلر وعنصر الكهرب المفروض أخلي هذا أشوف له عناصر ثلج مثل أأخذ الرمح هذا هذا الرمح مثل ما تشوف خطأ لا أتحمس أأخذ الرمح على طول ركز على علامة هذه شوفوا هذه كلها هجومي الأسلحة هجومية ما في عندي إلا أسلاح هذا اللي يعطي هيلر أو يدعم الفريق بصحة فخلونا نفترض أن عندك أسلحة كثيرة باللعبة أسلحة كثيرة وحاب أنك يعني ما يحتاج أنك كل شوي تغير السلاح عشان تستخدم وتبحث عن السلاح حاب يكون عندك بالجاهز ضغطة زر تغير على طول سوى كشخصية أو لكل شي كلها عليك أنك تشوفونا العلامة هذه تختار ثانية علامة بيصفر كل شي تختار البلد اللي تحتاجها تبني هنا البلد اللي تحتاجها على سبيل المثال أخذ هذا تشوف فتختار البلد بيكون فيه عندي بلدين البلد هذا وعنده البلد هذا خلونا على بلدنا اللي هو البلد الأساسي شيء إضافي مهم اللي هو أنه يرفع لك دمج السلاح فيه قطع تركبها للسلاح تزيد لك الدمج لو ضغطنا ثالث خيار هذه القطع هذه القطع هذه شلون تحصلها بيكون لها مصدر دقيقة بس كل اللي عليك أنك تدخل على السيفين اللي فوق تشوف وبعدها تدخل على الخيار اللي قبله لخير بيكون عندك عملات فوق يسار تشوفون مية وثمانين كل تسعين كل تسعين عملة راح تلعب تختار القسم اللي ناسبك مع كل لفل ترتفع بيفتح لك قسم جديد أنا الحين اللفل هذا اللفل 20 يفتح لي قطع هذا يعطيني قطع زرقة وقطع خضراء فكل ما ارتفع اللفل مثل ما تشوف اللفل 25 راح يعطيني قطع بنفس الجية 31 قطع بنفس الجية بعد نفس كذا عندك اللفل 43 بيعطيك قطعة ذهبية من 43 وفوق بيعطيك قطع ذهبية بنفس الجية هذه كل شي شلون تحصل القطع لا تخاف نظام اللعب سهل جدا اللي هو أنك تلعب مع الناس تدخل مع ناس وتلعب وتقاتلون بوز وتاخل صندوق ونتقال تلعب وتطلع القطع هذي شلون تركب القطعة تختار أي سلاح من الأسلح الموجودة مثلا السلاح هذا تضغط الكلمة اللي بالأسود حلو بتشوف الخيار هذا وتضغط الكلمة بعد اللي بالأسود تركب القطعة نفس كذا كذا صار عندي أربع قطعة شلون تطورها كل اللي عليك أنك تضغط على الكلمة اللي بالأزرق لا تختار قطعة الارتفاك أو القطعة الشرائح اللي معك اللي جدتها عالية وتضحيبها انتبه 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 اختار العلامات هذه اللي هي الزرقة والخضرة بس اختار هذه مثلا نجرب زرقة هنا أطور القطعة هذه خلاص طورتها نرجع صارت 13 هذه بعد لازم اطورها اضغط كذا شوف الجودة هذه اعطيها مثلا حبتين او اعطيها ربع خلاص كذا تطورت فاهم فاهم تتابعني على التكتوك والسناب راح اترك كل شي في او تعليق اذا كنت حاب تضيفني في اللعبة اللهم حقيق باي وقت انا اقبل الجميع راح تلقى حساباتي او اسمي تحت بالوصف اسمي و ايدي وين العب وبي سير فر كل شي بالوصف وبس يعطيكم العافية ومع السلامة دقيقة لا ترحون دقيقة خلونا سلم عليكم في ميزة انك تفتح الشات وتختار اللي ميجي هذا وتسلم مع السلامة اراكم لاحقا